اهلا بكم وعلى قناتكم قناة دروس الماني اونلاين ولو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك وما تنساش تفعل زرارة الجرس عشان يوصل لك كل جديد وده فيديو جديد وانا اسمق جويلي ويلا بيننبدي في جاتس دو في جاتس دو غلط تماما طيب الصح بتاعها في جاتس دير دي طبعا معلومة معروفة لتسعة ودسعين في المية مننا لكن كتير بيطلغبط وبيسأل نفسه طب هو ليه هنا ديع ليه هنا مضافة وانا اللي بتسئل يعني انا المفعول مبيه الاكوزاتيف ليه ما بقولش في جاتس داش مسلا او في جاتس دو زي ما قلت طيب خلينا نفسس الجملة في جاتس هي عبارة عن ايه عن الفعل الشائع جيهن مع حرف اس طبعا اس ده فعل مجهول والبقنومن اس حات ام دايتشان في لافاشين فنكتسيون يعني ايه يعني دعس بقنومن اس ليه وظيف كتيرة جدا في اللغة الالمانية طبعا كلنا عارفين مثلا الجمل بتاعت زي استميع قلت او زغكنت مثلا هي بتمطر بنستخدم اس فاس في اللغة الالمانية ليه كذا فنكتسيون مش لازم يكون عائد على حاجة معينة او يكون هو فاعل فعلا يعني زي ضمير ات بالانجليزي فهنا اس هو الاكوزاتيف في جاتس في جاتس جاتس اس اكوزاتيف فبالتالي دو هتبقى ضعطف دية طيب فيه كمان معلومة لقيتها في كتاب الماني ان اصل الجملة دي في جاتس مت دير يعني هي الدنيا ماشية معاك ازاي في جاتس مت دير بس اتشالت مت فعلشان كده بتيجي دية في حالة الضعطف بش مطلوب مننا ان احنا نحلل الجملة قوي قد ما نكون فهمينها عشان اي حاجة بنحفظها من غير فهم بننسيها وبنتلغبط فيها جدا فهنا في جاتس دية علشان الجملة متصرفة مع دية مع اس في جاتس دية ده كمان ممكن يفسر لنا ان انا ما بقولش في جهست لا بقول في جات طول الوقت انا بصرفها مع ضمير اس في جات سواء بسأل على بسأل واحد بس دو او بسأل كذا بزون اللي هي ايا بتبقى ايش طيب نفكر كده لو استخدمناها في حالة الاكوزاتيف يعني لو شنا اس كده قلنا لو قمشي مطرح ما جيت مش عايزينك واستخدمناها في الاكوزاتيف هنقول ايه هنقول في جاتس ديش في جاتس ديش معناها حاجة تانية خالص معناها كيف تذهب فحولنا الجملة نهائي فمش هو ده المعنى ان احنا عايزين نقوله طيب الرد بيكون ازاي زي اي سؤال في اللغة الالمانية طالما انا او اللي بيتسئل جاي في حالة الضاطف لازم يرد برضو في حالة الضاطف يعني ماينفعش يقول ايش زوبر مثلا ماينفعش طالما هي في السؤال ديها يبقى في الاجابة ميا ميا جاتس زوبا ممكن نقول زوبا للوحدة ميا جاتس جوت انا كويسة انا بخير ميا جاتس نشت زوجوت انا مش كويسة قوي ميا جاتس شلشت يعني حالتي سيئة جدا ميا جاتس بيشيسن بيشيسن دي امغانج شبراخليش امغانج شبراخليش يعني لغة عامية بيشيسن بيشيسن معناها في الحديد كده زي ما بنقول وهي طبعا لغة درجة يعني مستخدمة اكتر منضلش بس مش تكون مستخدمة كتابة ايش بين مودي يعني انا تعبان ايش بين كخانك طبعا الفرق بين مودي و كخانك لغة مودي يعني مرهك إنما كخانك مريض جيشة غ ست جيشة غ ست يعني لا بقى مرهك و متوتر يعني من مو falando تعبين تعبين كده مودي يعني مرهك كده جاي من الشغل تعبين تجانك يعني مريض عنده مرض الماء جيشته يعني لا بقى مرهك و متوتر شبانك اشرط متوتر مضغوط نفسيا طيب ده بالنسبة اللي في جاف دي فيه اي تاني اسئلة اه فقا عجل في الالمان اللي بنطلغبط بينها فيه بردو في اس دايناما بنطلغبط فيها هي مش في اس دايناما هي فاس اس دايناما لكن لو عايزين نسأل بفي تبقى في هايز دو طيب التالي في النمع ما بنسأل شو بفاس دي بتلغبط ناس كتير لانه بقولو طب ما هو شيء ليه ما بنسألش بفاس يعني لما بنقولش فاس اس داينت телефон نمع لأ بنقول في اس داينت تلفون نمع وفي اس داين في اس داين ايميل ادرس في اس داين ايميل ادرس وزيها بالضبط في اس داينت تلفونه نمع طيب ليه هنا بنستخدم فيه مش فاس مش مهم نعرفها قوي ولكن لأن أصل الجملة ممكن كمان نستعملها كده ممكن نقول لكن بيكون صعبة شوية فالأسهل نحن نقول بس مهم إن نحن نحفظها عشان دايما تبقى في ذهننا إن لعوتت بتيجي مع V مش مع V ففي لعوتت دايما تبقى على طول مش V بس نفس الحكاية في السؤال عن الإيميل هي أصلها V-Louted V-Louted دايما إيميل أدرس VS دايما إيميل أدرس V-Louted دايما إيميل أدرس بس بس وكده نكون وصلنا لنهاية درسة بتاعنا أتمنى تكونوا استفدتوا وتكون المعلومات كالجديدة بالنسبة لكم ما تنسوش تدعمونا ولايك وشير وتسيبونا رأيكم في الكومنتات واشوفكم في فيديو جديد باي باي